اشتركوا في القناة والذين كانوا يقدرون خواصه الطبية واستخداماته الغنية في الطهية كما عرفه اليونانيون والرومان وتم زراعته ايضا في اوروبا واسيا الصغرى والهند والمكسيك وقيمة الغذائية تتمثل في احتوائه على البروتينات والزيوت الدهنية والالياف والسكريات والنشاة بجانب استخلاص الزيت العطري منه ويحتوي ايضا على مادة الكولين وهي مادة توجد في جميع الخلايا وخاصة الصفراء وهي ضرورية لاداء الكبد وظيفته فوائده يساعد اليانسون في طرد غازات المعدة والتخلص من الانتفاخات يعالج التهابات المعدة والكبد يساعد في هضم الاطعمة الدسمة يعالج امراض الجهاز التنفسي التهاب الحلق التهاب الشعب الهوائي والردو القصبي مفيد في تسهيل حالات الولادة وفي ادرار اللبن كما يعالج تقلصات الطنف مفيد في حالات الكحة وبحة الصوت ويعالج الردو ويزيل البلغم يساعد في التخلص من الارق والنوم الهادئ الاستخدامات الاخرى لليانسون قبل الرأس يمكن استخدام اليانسون خارجيا كمبيد للحشرات الحشرات الصغيرة اغراض الطهي يمكن اضافة اليانسون للكارع والحلوى والكيك والفطائر والبسكويت باعطائه المذاق والرائحة الحلوة زيت اليانسون يستخدم في الاغراض الطبية كمهدئا للمعدة والانطفاة يضاف الى غسول الفم والى التحضيرات الطبية للأسنان